استنكر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب عدم وجود دولة أو قوة تستطيع الوقوف في وجه دولة الاحتلال وخلال استقباله رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة جدد شيخ الأزهر استنكاره للدعم المطلق وغير المحدود لإسرائيل مشيرا إلا أن الالتزام بالوقوف خلفها في الدفاع عن نفسها يعد زورا وكذبا من جانبه دعا ساكس الأصوات المنصفة والحكيمة للوقوف في وكه الولايات المتحدة ومطالبتها بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل